العاصمة الإدارية الجديدة قبل عدة أيام السيد الرئيس عفتاح سيسي تكلم وقال هننتقل للعاصمة ولما ننتقل للعاصمة هيكون ميلاد دولة جديدة النهاردة في حلقتنا هتشوفوا العاصمة الإدارية مش هتكلم كتير في الأول لأننا كمان ما عنديش وقت طويل موجود لأنه حلقة طويلة جدا طويلة بمعنى الكلمة ولكن هتشوفوا نمازج مثلا مكتب الوزير مكتب مدير عام مكتب موظف أو الموظفين مكتب رئيس قطاع مثلا لأنه النموذج اللي هتشوفوه في وزارة هو اللي موجود في الوزارات بالكامل هندخل مجلس الوزراء جوه مجلس الوزراء هتشوفوا مجلس الوزراء هندخل مجلس النواب هتشوفوا مجلس النواب هنروح الساحات الساحة الشعب هنروح المكان الخاص بأطول عالم أو ساري عالم موجود في العالم هنروح هذا المكان هنشوف مصر الجديدة مش مصر الجديدة عاملين مباني وبانين لا لا حاجة أبها طبعا لا اللي هو في كل حاجة مصر في كل شيء يعني مصر عشرين واحد وعشرين عندما يتم الانتقال العاصمة ان شاء الله اللي احنا كنا بنتمنى من سنوات طويلة طويلة كل شيء معمول بما يليق بينا مثلا منطقة الابراج وانا اطلعت البرج الايقوني اعلى برج هيكون في افريقيا وتاني اعلى برج في الشرق الاوسط اللي ارتفاعه تمانين دور تمانين طابقا برج الايقوني اطلعنا دور معراش ثمانية وتلاتين ولا ربعين حاجة كده وبعد كده كان قالك لا لا بلاش دلوقتي الباقي رحنا ابراج اخرى منطقة اللي هي مركز المال والاعمال اللي موجود في العاصمة هتشوفوا حاجات لانه النمازج دي مش موجودة اول مرة تبقى موجودة في مصر هذه النمازج اللي قدام حضراتكم ده البرج الايقوني اللي احنا اطلعناه ومجموعة الابراج اللي حوليه واخدنا حتى صورنا من احد الابراج عشان يبقى في ظهرنا البرج اللي قلنه قدام حضراتكم واتصورنا من البرج واحنا طلعين واحنا نازلين كان معانا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان المشروعات القومية لنا بحييه لنا بحييه وبشكره جدا مهندس خالد عباس وراجل فاهم شغلته دارس شغلته متحدث لابق ما فيه السؤال سألناه ملوش اجابة اتكلمنا هل احنا النهاردة وبنجيب عن اسئلة الناس كلها كل الاسئلة الصعبة اللي كل مواطن بيسألها هتجدوا لها اجابة في الحلقة هو انا كنت محتاج العاصمة النهاردة تبقى عندي عاصمة في مصر عاصمة ادارية مثلا كنا محتاجينها طب العاصمة التاريخية اللي الف سنة بقالها الف سنة والنهاردة رئيس الوزراء كان موجود في العاصمة التاريخية باب زويلا كان موجود في هزي المنطقة دي هنسيبها خلاص ونقفلها وبالسلامة ونروح ونروح العاصمة الجديدة ونسيب القديمة هل ده فعلا وارد ان احنا خلاص عزلنا رحنا هناك شرق القاهرة وسبنا القاهرة عندنا عاصمة بقالها الف سنة جاي النهاردة اعمل ده ليه طب احنا محتاجينه ولا لا طب أنا المشروعات اللي موجودة بانقل الحكومة ليه هناك هل انقل الحكومة وبالتالي الموظفين هيعودوا في بيوتهم يعني انتقال العاصمة هل معناه انه كل الموظفين في الجهاز الاداري للدولة هيعودوا في البيوت طب هوا مين بيصرف على العاصمة هي فلوسها العاصمة دي منين هل السيد وزير المالية بيطلع كده من الخزنة بتاعة وزارة المالية بتاعة الدولة عشان انفق على العاصمة طب هل ده بيحصل ولا لا طب المليارات دي بتنفق العاصمة منين من اين تأتي الدولة بهذه الاموال الهائلة هتسمعوا ارقام بالمناسبة وهتسمعوا النهاردة حلقة كلها تقريبا معلومات كلها معلومات في كل حتة هل النهاردة محتاجين دي مرحلة يعني احنا فيه النهاردة اللي بيتعمل ده هل ده اخر المطاف ولا لسه عندنا مراحل تانية طب العاصمة دي هنخلصها السنة السنة الجاية اللي بعدها عشر سنين هناخد وقت تأدي طب ايه اهمية اللي احنا بنعمله في مصر يعني حتى كمان هنتكلم على مشروعات القرى مهندس خالد عباس بيشرح لنا كمان معلومات مهمة جدا عن القرى عن القرى خلوا بالكم هيشرح لنا كمان عن جزء مهم عن منظومة البناء الجديدة بعض المعلومات هيشرح لنا ليه الرئيس عفلتاح السيسي دائما موجود في العاصمة وليه دائما بيشوف المشروعات لانه ده سؤال هو الرئيس بيروح دائما العاصمة ليه هو الرئيس ليه بيشوف المشروعات بنفسه وما كانش ينفع يعني اسئلة كتير جدا هو المواطن هيستفيد من العاصمة من الاخر يعني انا كمواطن النهاردة قاعد في اسوان او قاعد في مطروح او في العريش ايه علاقة بالعاصمة هتفيدني في حاجة ولا العاصمة دي مدينة للاغنياء هل فعلا احنا عاملين عاصمة للاغنياء عاملين عاصمة للأسرياء عاملين دا ولا هي المين هل هلاقي كل الناس كل طبقات المجتمع موجودة هناك ولا لا هل العاصمة داية عاملين حولها سور مئة وسبعين الف فدان محدش يدخلها غير اهالي العاصمة سكان العاصمة وموظفين العاصمة والمواطنين العاديين ما يعرفوش يدخلوها هل دا هيحصل او دا في الخطة او دا هيتم هي العاصمة دي ليه اخترناها هنا ليه اخترناها في هذا المكان ليه ما اخترناها في مكان اخر اش معنى هنا هو ما بين طريقي السخنة والسويس ليه طب العاصمة دي النهاردة متر الارض من سبع سنين كان بكام ونهاردة كام من ست سنين كان بكام ونهاردة كام يعني لما كانت العاصمة قبل مارس في مارس الفين وخمستاشر والنهاردة في مارس واحد وعشرين كان بكام والنهاردة بقى بكام القيمة المضافة مش هل المنطقة دي هل المنطقة دي فادت المناطق اللي حواليها ولا ضيعت المناطق اللي حواليها يعني وانا بعمل عاصمة كل حاجة رحت العاصمة وسبنا الباقي طيب احنا رحنا العاصمة وسبنا القاهرة القاهرة هنسيبها خربانة طيب هنسيبها حواظات الجمهورية خربانة ونبقى كل اموالنا رحها العاصمة عشان هتكون الحكم ادارة الحكم من هناك وبالتالي هل هي مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي هل ده مشروع الرئيس وبالتالي اهتمام الدولة كلها بالكامل لهذا المشروع وانه موساة البلد نسفت كل حاجة وركزت على العاصمة انه سيبنا الصعيد وبحري وإبلي وسينة والوادي وروحنا فقط نشتغل في العاصمة لانها مشروع الرئيس هل كل شركات مصر شغالة هنا او ثبت انحاء الجمهورية السبعة عشرين محافظة ومركزين في قطعة واحدة مئة وسبعين الف فدان كل ده كل ده هنسمعه في الحلقة هو البشوات والبهوات والمواطنين اللي هيروحوا يتعاملوا مع العاصمة هو التعامل مع العاصمة هيكون مختلف عن التعامل النهاردة ولا عند التعامل مختلف هل في نقلة للبلد هل في مدينة للمعرفة مدينة للثقافة هل في مدينة للفنون هل في مدد رياضية ولا لا هل في حياة هتكون موجودة يعني هل في بشر سكان مواطنين هيروحوا يسكنوا ولا هسكن العاصمة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة الوزراء ومؤسسات الدولة وخلاصوا كل سنوح لكم طيبين وإحنا عاملين عاصمة بس عشان كده ولا عاصمة عشان يروح لها بشر يسكنوا فيها معقولة هتسمعوا بقول لحضراتكم اللي ممكن وانا بسأل كل الأسئلة وبالمناسبة سألت كل الأسئلة هي دي الأسئلة أنا سألتها عشان نجد لها إجابة إنه جايز في مواطن جايز في مواطن يعني يسأل من حق الناس تسأل زي ما أنا قلت هتسمعوا في الحلقة من حق كل الناس تسأل ومن حق المسؤول يوضح ويجاوب ويقول هو احنا بنعمل ده ليه محتاجين ولا لأ وإحنا رمينا فلوسها في الأرض يعني عندنا فلوس كتير قوي كده هو خدناها بدرناها في الأرض واللي قدامكو ده يعني زي ما كان الناس بتقول فانكوش وأنها العاصمة الفانكوش وأنه مليارات دي فانكوش يعني كله قدامكو ده مش حقيقة دي مثلا صور مش من أرض الواقع مش عايز أعرض أي لقطات طبعا عشان الحلقة ما نحرقش شغلنا وما نحرقش لأن احنا كمان مصورين بالدرون طيارة مصيارة صورت العاصمة حتة حتة هتشوفوا حتى الأدوار كده وتشوفوا الجراشات وتشوفوا مش عارف ايه وتشوفوا مكاتب وتشوفوا حاجات وحاجات حكاية حدوتة مصرية عصرية على أرض مصرية حقيقية حدوتة والله حدوتة كم واحد بيشتغلوا هو العاصمة دي وهي بتتبني المشروعات اللي شغالة فيها هو القوات المسلحة هي اللي بتشتغل هناك يعني هو الجيش المصري هو اللي بيبني العاصمة وما فيش حد تاني يعني كل اللي شغال في العاصمة شركات خاصة بقوات المسلحة كل الأسئلة دي ما هو كل ده كان بيتقال من 2015 وما تسألش ده تسأل هتعرفوا النهاردة مين اللي بيشتغل مين اللي بيشتغل مين الشركات اللي موجودة هناك شركة ولا اتنين ولا اربعة ولا عشرين ولا متين ولا ربعمية مين اللي بيشتغل في العاصمة مين بيبني العاصمة هو الناس اللي رجعوا من ليبيا ورجعوا من الدول اللي فيها خراب وفيها 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 هم فين النهاردة بيشتغلوا في العاصمة ولا العاصمة اللي بيشتغلوا فيها مواطنين عساكر أمن مركز وعساكر القوات المسلحة يعني بيشتغلوا في العاصمة جيبنهم من الداخلين وجيبنهم من الجيش فيش مواطنين بيشتغلوا مش ده تقال همين بيبن العاصمة كم واحد بيشتغلوا في العاصمة كل يوم كل طلعت شمس ودلوقتي احنا شغالين فيه ناس بتشغل دلوقتي فيه ناس دلوقتي بيشتغل فيه ورديات شغلة بالليل دلوقتي عشان يخلصوا حكاية تانية خالص تماما لما يتم الانتقال للعاصمة تشوفوا البلد دي بتعمل ايه لما تشوفوا الحلقة النهاردة تعرفوا مصر ما قالتش حاجة تاني وما عملتهاش تعرفوا معنى التلام الرئيس اللي قالوا من كم يوم تعرفوا كلام الرئيس اللي قالوا من كم يوم يوم الشهيد اعرفوا كلام سيادة الرئيس لما تشوفوا الحلقة بتاعت النهاردة لانه ناس كتير بتقول حاجات عايزت تشوفها عشان تعرف عايزت تشوف بالمناسبة العاصمة محتاجة حلقات وحلقات وحلقات يعني مش عايز اقول لحضراتكم ده فيه مبنى واحد في العاصمة مبنى المبنى ده عقل عقل مصر طبعا ده متصور لانه ده يعني فيه معلومات مصر كلها فوق الارض وتحت الارض حاجات كده يعني بس تعرفوا البلد دي الافكار اللي كانت من بدري اللي موجودة في دول العالم النهاردة بيتعمل عندنا زيها ولا لا حاجات كتير عشان ما تديش امثلة وكان فيه بعض الحاجات اللي موجودة برا موجود زيها بالزبط في العاصمة خاصة فيما يتعلق بالزاكرة بالمعلومات بإيه اللي إيه اللي اتشافت فيه احدى الدول الكبرى احدى الدول الكبرى وعشان كده بقول لحضراتكم النهاردة حلقتنا ما عندناش حاجة تانية